طيب هو الفيديو ده معمول عشان نعرف ازاي بنعمل ورقة بحسين او انجليش بيبر طيب البيبر دي المفروض يعني مش اي حد بيعملها وبيبقالها شروط وبيبقالها بروسيس او خطوات بتتم بعد ما بتعملها وقبل ما تعملها وبيقالها هدف فالهدف من البيبر دي ان انت بتكون عملت شغل يعني مثلا ما نفرض ان انت خريك حاسبات وجيت عملت بروشيكت معين والبروشيكت ده مش الهدف منه بس ان انت تسلمه كمشروع تخرج او الهدف ان انت تسلمه كتاسك عندك في السايمنت او مادة او ان انت حتى تعمله كتاسك عندك في شغل لأ انت عايز تعمله بحيث ان انت شايف ان انا عايز احل مشكلة معينة بطريقة معينة والطريقة بتاعت دي اللي انا بحل بيها طريقة مبتكرة او ممكن تكون طريقة قديمة بس انت حسنتي فيها بعض الهاجات وبالتالي طلعت نتائج احسن من الناس ففكرة ان يكون في حد بيحل مشكلة وبيطلع نتائج احسن من حد تاني فلازم لازم الموضوع ده يتسجل يعني يتسجل او ان هو يعني ايه يتكتب ونبدأ نبعته الناس للجهة المسؤولة ونقولهم يا جماعة انا قدرت اكون حد مختلف وعملت حاجة وبالتالي هم هيستفادوا من المشكلة دي لها حل تاني حل حديث او جديد او حل بنظر مختلفة وانت اللي هو هيعمل بيبر دي بيستفاد بحاجة من الاتنين اما بياخد فلوسي اما ان هو بيترقى في المكان اللي هو فيه وطبعا يعني مفيش ما يمنع ان انت بتعمل المشروع ده وشايف ان انت هتعمله بيبر وكل حاجة وتاخد فلوس وتترقى وانت عايز تاخد البيبر دي برضو وتفتح بيها شغل وتقول ان انا انا بحب المجال ده وهكمل فيه مثلا مجال الكمبيوتر فيجن مجال الايغاي مجال الروبوتيكس مجال اي حاجة فما فيش معنى ان انت نشرت بيبر ان انت البيبر بتاعت الناس اللي انت بتهالهم لا يا مجرد ان انت بتبدأ تضيف البيبر دي على ملايين من البيبر اللي في نفس المجال علشان لو حد جي بعدك عايز يشتغل في نفس النقطة لو في نفس الموضوع ما يبدأش يعيد اختراع العجلة او يبدأ يفكر من البداية لا يبدأ يبدأ مما انتهى منه الاخرون اللي هو شغلك مثلا بفرض ان انت اخر واحد اشتغلت في الحاجة دي فتوسيق الاعمال العلمية او المشاريع العلمية بتبقى حاجة كويسة جدا عشان تبص تلاقي ان الناس بتبدأ تتطور مش قاعدة كام سنة في نفس الحاجة لان محدش يعرف التاني عمل ايه ففكرة ان احنا نوصق الشغل بتاعنا ونبدأ ان احنا نكتبه في وراءة بحسية او نكتبه في بيبر ده هدف نبيل بهدف ان الناس تبدأ تتحسن وان احنا نسجل الشغل بتاعنا فده معنى ده هدف البيبر ومعناها ايه بيتكتب ازاي وان اللي بيحصل بعد اللي بكتبه ده موضوع كبير وايه شروط ان انا اكتب بيبر يعني في العادي يعني حتى وقتين هذا اللي انا يعني معلوماتي ان لازم اللي بيعمل بقى وراءة بحسية بيكون طالب دراسات عليا طالب دراسة عليا يعني ايه يعني حد خلص الكليجي خريج يعني مش طالب وبالتالي الاسم اللي بيكتب على البيبر بيكون اسم دكتور اسم معيد اسم حد متخرج وبياخد تمهيد ماجستير تمهيد دكتوراء الحاجات اللي هي ايه دي بفرد ان ان محدش هيقدر يوصل لحل اه علمي لمشكلة معينة وهو اصلا بيدرس اه او ان هو يكون عنده الخبرة الكافية او العلم الكافي اللي لما يكون خلص واخد شهادة البكالوريوس يعني خلص الكليجي يعني دي بعض الشروط طب هل لو انا كطالب عملت وراءة بحسية اه احنا مثلا الناس في مشاريع تخرجوا خمسة او ستة وعايزين نعمة وراءة بحسية اه مش هينفع بمنحة طلبة هو هينفع لو بقى اسم حد خريج دراسته عليا مكتوب معاكو وهو مثلا اسمه الاولين فا فينفع اه بس لازم يكون في حد اسم مثلا سيد دكتور اسم معيد اسم حد دراسته عليا اه دي الفكرة اه فينفع طالب يكتب بس لازم يبقى معاحد اه انا بس مش عايزة انسى اجابة على كذا سؤال اه يعني عشان اعمل بابر بقى اعمل ايه طبعا بصرف النظر ان انت هتيجي في وقت اه يعني مثلا ممكن تكتب بابر زي كده اه 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 وابقى فيها تفاصيل بقى وشكل معين وبتاع اه اللي بيحصل ان انت اه الاول بتبدأ تقول هنشر بابر فيه يعني الاول انت بتعمل مشروع او بتعمل يعني بتقعد تعمل فكرة ويعني طبعا مجبر في مشروع التخرق عندك مشكلة وعملت حلها او 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 بروجيكت معاين واحد اعمال طباق وعملي فانت بتقعد تعمل الشغل خلاص ممكن نقعد نتكلم برضه على الشغل ده في اه في يعني شوية بس اه 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 اللي هيحصل لو خلصت انت الشغل بتاعك بتبدأ تشوف اه هتنشر البحث ده فين يعني برض ان انت عملت شغل وكتبته بالمنظر ده هتبدأ تشوف هتكتب هتنشر البحث بتاعك فين او هتدي المين ففيه اماكن معينة يعني كل لها جورنالز معينة يعني لو انت مثلا في مجال حاسبات هتلاقي جورنالز زي كده هتلاقي مثلا مجلة الكلية بتاعت حاسبات القهيرة هتلاقي مثلا مجلة الكلية لحاسبات كده ولو انت علوم او طب او كده في مجلة جورنالز نسميها جورنالز وفيه كونفرنزز بس انجنرال يعني لما بتنشر الورقة بتاعتك او بتنشر الشغل بتاعك في جورنال بيبقى لو ويت اكبر من لما تنشره في كونفرنز لأسباب معينة يعني فده بس انت هتبدأ تعمل شو عملي وبعدين هتبدأ تكتبه ونتكلم على ازاي بنكتبه واسامي الناس اللي كتبته بتبقى هنا وبتبدأ في الاخر تقول انا عايز اعطي البحث ده لجورنال فلنفرض مثلا على سبيل المسال اي جورنال جورنال دي مثلا بتبدأ تشوف الويب سايت بتاعها بتبدأ بقى معاك ملف بي دي اف اللي هو معنا ده بتبدأ تقول للجورنال انا معايا بيبر وعايزة انشرها فبتبدأ تقولك على حسب كل جورنال ممكن جورنال تقولك لا انا مش عاجبني الفورمات ده لازم تحطولي الفورمات معين لازم مش عارفة ايه تكون صفين مثلا كده صف هنا وصف هنا فيه ناس بتقولك لا اممكن كله صف واحد فيه ناس عايزة اسامي القسر والعنوين دي كلها تبقى موجودة هنا على الجنب ففيه على حسب كل جورنال بيبقى لها فورمات معاك فانت بتبعت على الويب سايت وبتفولو الفورمات اللي هم بيعملوه وبعدين بتستقبل منهم رد الرد دي اما بيكون بالرفض او بالقبول او بالتعديد الرفض دي معناه اللي هو تروح لجورنال تاني الجورنال دي اعلى من مستوى اللي انت الابول طب خلاص الابول بقى يبقى نبدأ تعمل في البروسس اللي بعد ما بعثنا اللي هو نبدأ ندفع فلوس وكده ااو وطبعا فكرة الفلوس دي برضو موضوع تاني اتمنى طبعا اننا ما ننساهوش في حالة في اثناء الفيديو يعني تبدأ بها كいうتهم في البروسس بتاعت اننا اكمل اللي هو الانية الانها وافقت طب لو عايزة تعديل بتبدأ بقى تقول لك لا أنت عايزك تعدل حاجة على هذه الفرمات معين ممكن مش تعديل ممكن تطلب منك أسئلة يعني إزاي عملت الحاجة دي في بعض الأسئلة بتبقى الهدف منها أنها تفهم منك حاجة هي مش فهمها وممكن الهدف منها أنها تفهم أن أنت فاهم يعني تسألك سؤال ضمنيا أن تفهم أن أنت اللي عمل الشغل فهمني والجورنالز المحترمة لا بترفض يعني الرفض ده عادي ما بتوافقش على طول ما فيش جورنالز بتوافق على طول دايماً لازم تطلب بعض الأسئلة حابت تعمل تعديل برحتها لأن ساعات التعديل بيبقى له إيه؟ اعمل شغلي كمان فدأ كده يعني وطبعاً برحتك ممكن ما تعملش الشغل وتقدم نزولنا لتانية أو تعمل الشغل وتقدم لها تاني فالمهم يعني أن هي كل مجلة ما حدش بيكبرها على طريقة معينة في الرد هي على حسب مكانتها العلمية عاملة زي فده اللي بيحصل أن أنت بتعمل شغل عملي بتوعب تكتب الشغل العملي بتاعك بعدين تبدأ تبعاته لمكان معين جورنال معينة أو كونفرنس بتخش على موقع بتاع الجورنال عايز تعرف أسامة جورنالز ممكن تخش على موقع اسمه سكوباس ممكن تدخل على النت وتعمل بحث على أسامة المجلات العلمية اللي تبع مجال حاسبات المجلات العلمية تبع مجال علوم ممكن تقول حاسباته في AI قسمه معين في الحاسبات يعني براحتك وممكن تسأل أحسن ناس سيكونوا دايسين في الموضوع ده يبقى عارفين أسامة الجورنالز بحيث أن أنت ما تقعش تحت يعني ممكن يكون فيه جورنالز هي جورنالز بس مش منهاش لازمة يعني جورنال يعني عاملة نفسها جورنال يعني جورنال فيك فتضطرت تبعت لها فتقول لك خلاص بعتلي فتقول لك فتوافق بسرعة فتبعت فلوس فكده فأنت أعملت شغل وبعت المكان وهم أخذوا الفلوس حطوه في جيبهم والبابر بتاعتك مش هتحط على النت ولا هيبقى أن حد كأنك ما عملتش حاجة مجرد بس أنت تديد فلوسك لحد فلازم برضو يفضل أنت تاخد وقت في بحثك أنك تدور يعني على أسامة جورنالز محترمة أو أسامة جورنالز موصوك فيها في المجال بتاعك ويفضل تسأل حد اللي هو حد خبرة ما تستعمل ما تعتمدش عن نت تسأل على حد في نفس المجال حد مثلا لو أنت حسابات القاهرة تسأل في حسابات القاهرة اسم دكتور معين تقول له أنا عايز جورنال تسأل على بروفيسور معين أو أستاذ تسأل يعني تسأل ناس معينة عملوا بحث فيها لنهوا باعتوا ودقول لهم حدرت بعدت فين أو ممكن أبعد فين هو عارف أكتر من جورنال يعني أنا مثلا نبعدت في جورنال دي بس في جورنالز تانية أنا عارفاها يعني مش شرط تسأل انت بعدت فيه ممكن تقول انت بعدت في يعني ايه الجورنالز اللي ممكن أبعد فيه في المجال ده فده دي الدنيا أتمنى طبعا أن الأمور تبدأ توضح يعني ايه جورنال يعني ايه بيبر والهدف منها والبروستس بتمشي ازاي بتعمل المشروع بتكتب البيبر وتبدأ تبعد بتبعد بيردوا عليك بالموافقة أو الرفض أو انه عايزين تعدلات بتبعد التعدلات بتاعتك أو بتجاوب على الأسئلة اللي هم بقوا عايزينها وقلنا طبعا الهدف ان الأسئلة مش دايما ان انت تعمل شغل ممكن يكون الهدف ان هم يفهمه اكيد ان انت اللي عمل الشغل بس بعد ما بيتم ان انت توافق خلاص هم هم بعتوا ان هم وفقوا عليك بتبدأ تشوف يعني وفقوا عليك أو ان انت عملت التعدلات أو عملت الشغل أو بيوبت على الأسئلة بيبدأ يقولك خلاص ماشي بيبعتوا لك حاجة اسمها acceptance letter أو ان احنا موافقين عليك بيبعتوا لك ايميل احنا موافقين وياريت نبدأ في البروزس بتاعت الدفع بتبدأ تدفع برضو اما تدفع نتيجة تحويل بنكي لحساب معين أو ان انت تبعت الجورنال اللي اسمها ايه على الويبسايت يعني ممكن تدفع على الويبسايت وفيش جورنال لازم بتقبل بالجنيه وفيش جورنال لازم بتقبل بالدولار وفيش جورنال بتقبل بالعملة اللي هي بتاعت بلدها يعني فسعب تضطر انت تروح تحول العملة المصري لحاجة تانية أو العملة بتاعت بلدك يعني للعملة بتاعت الجورنال اللي هي الجورنال اللي هي انت تبعت لها اوكي فدي ورضو حاجة تفصيلة تاني. بعد ما بتدفع آآ بيبدأ يقولولك آآ آآ خلاص آآ يعني بيبردوا بقى في وقت ما هم يعني أسبوع اتنين او حاجة ان البيبر بتاحتك آآ بقى آآ تقدر تعمل سيرش عنها في جوجل خلاص هي بقت موجودة في بتاعتنا وبقت موجودة خلاص في بتاع جوجل وممكن اي حد يعمل سيرش عليها والنكس بتاعت البيبر ان انت ممكن حد آآ ياخد الشغل بتاعك ويشتغل عليه. ده 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 احنا قلنا طبعا ده الهدف في الاول فلما حد بياخد الشغل بتاعك ويشتغل عليه بي بيروح كاتب اسم البيبر بتاعتك في الشغل بتاعه يعني يقول انا استخدمت البيبر دي آآ في الشغل بتاعي وكذا فبقى انت البيبر بتاعتك جالها سيبتيشن سيبتيشن يعني في حد اشتغلها الشغل بتاعي لو انا عندي سيبتيشن بتاع عشرة فيبقى في عشرة بين ادمين آآ أو عشرة آآ يعني ممكن يكون واحد بس اللي عمل عشرة الشغل ده مش مشكلة بس انا عندي عشرة بيبرز استخدموا البيبر بتاعتي. اوكي. اه خليني مسلا اخش على هنا على اه جوجل سكولر. اخد اسم البيبر بتاعتي دي. عايز اعمل شير سكرين احسن. سكرين. يا سكرين كده. انا طبعا يكون هي دي اللي واضحة. واعمل هنا جوجل سكولر. سكولر ده موقع بتحط فيه واكتب جاس بس كده ايه اللي هام شاوي. انا بس عشان ايه. طبعا ممكن ممكن ما تعملش كل ده وتكتب كده اسم البيبر نفسها. ببوسط لان هي بقت اه هنا دي بقول لك يا موجودة على الوبصر بتاع الجونال نفسها. اه وبقت موجودة على النت. يعني انت ممكن ايه حد دي بدأت تخش كده تلاقيه. اه وهنا بقول لك تم اكتباسها في اه عدد كام اه بحس يعني. اه فين الليزر ده? اوكي. اه هنا مسلا منشورة سنت كام. اه مين الاوثرز. اه اه معرفش ايه مية تمانية او مية. يعني مفوض هو عدد سيتيشنز اكبر من كده. بس ولو فرضنا ان الرقم ده اللي هو مية ستة وتمانين سيتيشنز. فان انا عندي مية ستة وتمانين سيتيشن. يعني في مية ستة وتمانين من ادم استخدم شؤول بتاعي. احنا ان هو اكتر من كده يعني. يعني لو عملت باك كده. هلاقي ان تم اكتباسها في عدد ميتين سبعة وستين اه بيبر. اوكي. تانية. ففكرة دي سايتيشن. دي بقى بتفرق معاك ان ان هو زينك يستيب. ان انت دلوقتي عملت مشروع. عملت كتابة البيبر. بعدتها. جالك سايتيشن. وانس ان انت اجيلك سايتيشن. يعني واحد بس حتى واحد بس سايتيشن في نفس السنة. بتبدأ بقى تقدم على حاجة اسمها جوائز النشر. او جوائز الجامعة. او جوائز البحث العلم. ان انت انا عملت بيبر وفيه حد يستخدمها. يعني بيبر لها value. دي process برضو. يعني انا بدي عنوين وممكن كل حاجة يتخذ لها وقتها. ممكن كل حاجة تسيقل كسؤال لوحده وتتجاوب ال process بتاعتها. فبتبدأ ان انت تقدم على الحاجة سنها جواز الجامعة. جواز الجامعة دي الناس اللي هي يعني لو البيبر عملها عشرة او اتنين او او تلاتة او خمسة او واحد بس اللي بيقدم مش لازم كله. والفلوس بتروح لحساب واحد بس منهم وبعدين هو بيبدأ يحول الفلوس دي لكل الناس اللي موجود. بيقسمها يعني مش بيحول بيقسمها عليهم بالتساوي على الحسب برضو بيقى فيه ورقة بتبعت كده بتقال نصيب كل واحد كان كل واحد مثلا لهم اتنين خمسين خمسين ممكن واحد يقولها كان لانت سعين وانت عشر عشر تسعين في المية وعشر في المية فيوافق لانه عارف انه ما عملش حاجة والتاني هو اللي عمل اكتر مثلا يعني ممكن خمسة وعشر في المية وده خمسة سبعين في المية برضو فبيبقى فيه ورقة بتطمدي كل واحد نسبته كام في الجائزة اللتيجة وبيبدأ بعد كده الجواز يعني بنقدم في مكان ما وبعدين التقدمي بقاله ورق معين بعدين الجائزة بتيجي بيبقى هي دايما في خلال مش هيكمل سنة يعني لو مقدمت في سبعة الجواز بيبقى التقدم في سبعة اللي بعده بيكون بقى التقدم في سبعة اللي بعده للناس التانية بيجي لك انت الجائزة قبل سبعة تاني يعني بيبقى أقل من سنة يعني ممكن في شهر خمسة فإيه بقى دلوقتي في دي الجواز الجواز كان طبعا ليها جدول كده ما عرفش أحاول أجيبه ولا لأ يعني أعرف أجيبه جوجل جوجل والحاجات جواز الجامعة القهيرة نسميها جواز النشر النشر العلم بتخش بقى على الدار العامة البحوش العلمية دي ده ويبسايت بس هو أصلا ليه مكان عادي بتروح له ما عرفش إيه الفكرة في البتاعة ده ما عرفش بيبقى ويبسايت أنا حاسة أن أنا مش عارف فهوصل معلومة بس يعني هو موجود بشكل ما يعني أن أنت هتاخد كام بتخيل دي لوائح جواز الجامعة بيتقلك أن أنت لو عمل لك سايتشن في أول سنة لو أنت أصلا قطاع طبي أو هندسي أو أدبي كل واحد دي شريحة معينة في الجواز لو أنت هندسي اللي هو حاسباته هندسة بتاخد كام طب لو عمل لك سايتشن واحد طب لو عندك أكتر من سايتشن طب في مشكلة في البيبرت أو ليه؟ ما بقل ليه؟ ما ريموف تريموف تتعايت مش عارفة متطلبة تقاط ومطلبة طيب هي موجودة بشكل ما أوكي يعني أنا معي بس مش عارفة عارفة أنا ملف بس ممكن بنا اعمال الفيديو تاني فبيتقلك انت قطاع اللي بقى جدول كده جدول ان انت لو قطاع طبي فتمام هيبدأ يقول لك معرمات لو انت قطاع هندسي هيقول لك معرمات لو انت قدب يقول لك معرمات فهما بتقسم وشرائها اذا بدل هو مثلا اداب تربية الحاجات دي لو انت علوء اللي هو هندسي فانت بيتكلم عن حساباته هندسة طيب لو انت حساباته هندسة بيتقالك لو انت يعني ناشر وعندك واحد فانت مثلا بيبقى لك خلينا مثلا نقول لعشرين ألف طيب لو انت عندك أكتر من سيتشن بيبقى مثلا ثلاثين ألف طيب الامباكت فاكتور بتاع الجورنال اللي انت بعيتها فيه معلومة تانية كده يعني الجورنال اللي انت باعت فيه هلها لازمة ولا انت باعت في ايه جورنال وخلاص لو انت باعت في جورنال كبيرة او مهمة بيبدأ المعلومة تبقى متغيرة مثلا الثلاثين يبقى ستين كده يعني ففيه عوامل كتيرة بتدخل في تقييم البتاع بس الجورنال بتاع كلتنا بتبقى اما كتفقته بتاعها كبير فبتبقى الجوائز بيبدأها كبيرة يعني المهمة دي دي معظم المعلومات اللي هي لها علاقة بيعني ايه بيبر يعني ايه بيبر والهدف منها وبنعمل ايه بنعمل حاجة تطويق عملي يعني مشروع وبعدين بنقعد نكتبه زي دوكومنتيشن كده بس بيكون بشكل مصغر يعني في خمس صفحات ست صفحات بشكل يعني نسميه بالعربي متقلس كده يعني اللي هو وبعد كده بعدين بيقولك خلاص مش احنا موافقين بعتلينا بيبعت انت بعت الفلوس باي شكل بعدين بيبدأ في عملية ان هو خلاص بعتلك acceptance letter ان انت توافق عليك وتبدأ تلاقي بعد وقت معين ان الورقة بتحتك بقت موجودة على النتو بعد كده بيجي لها بعدين بتقدم على جواز النشر بيجي لك بيجي لك فلوس كل حاجة لها مكان مشؤول عام ممكن تعمل المشروع في سنة زي مشروع التخرج بعدين بتقعد تكتب البيبر في شهر بعدين بتقدم على جورنال الجورنال دي بترد عليك على حسب انت بتقدر في جورنال بترد في سنة وفي جورنال بترد في ثلاث شهور وكل ما الجورنال رد في وقت اكبر كل ما كان احسن لان هي كده جورنال محترمة وبتاخد وقت في الريفيو وفي ضغط عليها وكده يعني قدامك شهر بتكتب ممكن تكتب اثناء ما انت شغال في المشروع يعني بارة للي يعني بحيث ان انت او ما تخلص المشروع بقى انت خلاص كتبت بعدين بقى بتقعد تبعت الجورنال بترد عليك في شهرين ثلاثة على حسب الجورنال دي الويد بتاحها او هي كل الجورنال بيبقالها مكتوب المعلومات بتاعتها على الويبساين بتاحها انا برد خلال قد ايه معروفة يعني فبتبعت لها فلو انت كده خدت سنة وشهرين سنة مشروع تخرج ده كده كده يعني الشغل بتاعك كده كده بتعمله بتقعد تكتب في ما فيش بتقدم في ما فيش بيرد عليك يعني شهرين بيجي لك الرد بيتمتقى بقى تقدم في الشهرين دول يعني بتستنم يعني شهرين مسلا كمان وبيجي لك ايه ان انت بيحصل لك سيد الشهرين البيبر بتاعتك لان هي جورنال قيمة بعد كده بتبدأ تقدم في جواز الناشر يعني كل الموضوع كله تقعد سنة تشتغل تقعد سنة تستلم الفلوس لان انت بتمشي بورق حاجات مش عاربين فالفلوس بتقسم على الناس المشتركة وكده فمبلغ ممكن يوصل لستين الف ده لا انا بتكلم كده يعني لكن هو ممكن يكون فيه حاجات اكبر من كده ويعني كل حاجة بتختلف يعني بس احنا الفكرة كلها ان انت توسطك الشغل بتاعك بيبقى لك انت value دي حاجة فتترقى في وظيفتك ده موضوع تاخد جويز ده موضوع بعدين انت بقى بيبقى عندك خبرة وعلم وحاجات تانية تبدأ ممكن تعمل بيبر كمان وهكذا وهكذا تبدأ تجمع فلوس وتجمع خبرة وتترقى حاجات كده فدي فكرة البيبر فكرة بقى ان انت عملت المشروع ده حاجة بترجعلك انت خلص كتبت كتبت البيبر انا مش هخش لك في موضوع مش هنعمل في الفيديو هنا انت بتعمل المشروع ازاي انت بتعمل حاجة خلينا مثلا اتكلم عن البيبر دي انا مثلا ده دي بيبر بتاعت ماجستير اللي هو دي بيبر بتابعي اللي هو انا عايزة اتعرف على الاموشن بتاع الشخص باستخدام اشارات الدماغ بتاعته اي 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 جي دي البرين سيجنلز باستخدام دي بلرننج اركتكشل اللي اسمه 3D CNN اوكي او 3D convolution neural network ده موضوع كده فطبعا بكتب هنا اسم الاسر الاولين اللي هو اشتغل عمل الشغل الاصلي وبعد كده بكتب اسم الاسر اللي ساعدوه في الشغل او اللي هما كانوا مشرفين عليه لو حصل والعكس حاصل ان المشرفين دول او يعني بالنسبة لو انت طالب كمشروع تخرج دول اللي هما اللي بتكتبوا بعدين هما اقل يعني ده اللي اشتغل ودول المشرفين تمام طب لو كان اللي هما اللي اشتغلوا طلبة ما ينفعش يكتبه في الاول بيكتب اسم المشرف في الاول وبعدين اسم الطلبة التاني عشان بس ندي ويت ايه للشغل وطبعا اللي عايز يكتب اسمه يكتب لو شعز يكتب مكتبش مش مش مشكلة بس المهم ايه ان ده الرول يعني او ده الصح عشان يبدأ الموضوع يجي مش بروسس منطقية يعني لو انت لو هما شافوا اول اسم لو هو طالب فاللي هو انت مين يعني ايه واحد بيعمل بيبر فلازم ما اقول الدكتور بيعمل بيبر او واحد طالب دراسته عليا بيعمل بيبر بتبقى ايه بيبقى هو الموضوع مكش حاجة بيبقى الموضوع ماشي منطقي طبعا ما اتمناشي ان انا كن طولت انا مش عارفة طبعا عدت ايه كده مش عارفة بيبان ولا لا خلنا نشوف كده هل بيبان اعرفش خسان بيبانش مش مشكلة اه ممكن يكون ربع ساعة او حاجة اه فبنكتب بقى ازاي الورقة البحثية دي اوكي بس اتاكد ان البيبر دي هي اللي زهرة اللي دي اوكي فخلينا بديك ف ما عليش كده نتيج فاي فاي اللي بيحصل لما تيجي دي كتب البيبر زي ما احنا يعني انا طبعا ما افرد ان انا بكلم حد اه حد كلمنا قبل كده في يعني ايه بيبر وهو اصلا بيعمل مشروع تخرج وكده بس ممكن البيبر دي متاح لأي حد اه ممكن تكون عامل ماجستير او كده بس خلينا افرد ان انت اه كتبت خاصة بالمشروع بتاعك لو انت مشروع تخرج بتكتب لو انت مشستير بتكتب لو انت دكتورة بتكتب فلو انت عملت فالمفروض دكتورة بتاعتك دي ما بتقلش عن مثلا 100 صفحة او يعني ممكن تقل عن 80 صفحة 100 صفحة لو دكتورة 200 صفحة وكتلتم 100 صفحة فانت بتكتب دكتورة في اوراق كتيرة اوكي فاول حاجة في الرقم 9 اول حاجة في البتاع دي في البيبر ان انت البيبر بتاعتك ما بتبقاش 80 صفحة رقم 9 ده رقم كبير يعني ممكن 5 6 ممكن توصل الى 12 يعني دي الحاجات المنطقية نادر اولا ما تلاقي ببرة عبارة عن صفحة او اتنين او ثلاثة لا ممكن 5 6 فيما فوق يعني وماكسما من 12 لان ما بيبقى حاجة صدوع يعني ان انت تقعد تكتب عامل شغل كبير كده ما تقسمه على اتنين بيب يعني ان انت عملت شغل بمقدار 12 صفحة يبقى انت عملت شغل كتير فاتقسمه لصفحتين الاتنين بيبر اصدقى فالمهم ده دي البيبر بتاع بتاكتب اكتر من section section اسمه abstract وفي section تاني اسمه introduction وفي section تاني اسمه related works في section تاني اسمه proposed system وفي section تاني اسمه conclusion في ممكن ماشي experimental results لو مش هتعمل اللي تكتب النتائج بتاكتك اللي عملتها وsection اخير اسمه conclusion هو فين اهو conclusion وفي الاخر خالص حاجة تاني اسمها references references دي اللي انت جبت شغلك ده منين ومين الناس اللي عملت زيك وانت هتقرر نفسك بهم وموضوع كبير يعني يعني عشان كده بنقول ان البيبر دي بيكتبها حد علمي او حد متخصص اكتر يعني وبالتالي انت لو طالب وكتبت فيرجة معين من البيبر هتلاقي اللي بيعدها عليك زي مشرف بتاعك مثلا ومنفرد مشرف المشروع هتلاقي بيكتبها بيعدلها من بعدك بشكل معين احسن لانه بيكون فاهم في حق كتير فده دي انت الجورنال دي ما بتكتبهاش انت بتكتب بس pdf كده في اول حاجة في العنوان بعد ما الجورنال بيتم الacceptance لها وتتحفلوش مش عارف ايه بيتكتب بقى بتبعت عن نت وعليها اسم هما بيحطوا هما اللي بيحطوا ده فانت ما بتحطش ده منك لانك اصلا مش عارف ايه الكلام ده ولا معناه ايه بس دي معناها السنة يعني السنة اللي اتنشرت فيها تتقبل فيها النشر ودي الحاجة اسمها نمبر برضو مش مشكلة دلوقتي بتكتب اسم البيبر بتاحتك وهديلها اسم اسم الشغل بتاعك يعني مثلا بتعمل brain signal using deep learning تقول ايه brain humor detection using deep learning مثلا وتحاول تخلي العنوان بتاعك تفصيلي شوية وفي نفس الوقت ما ينفعش عنوان يبقى زي عنوان حاجة تانية يعني لو انت عامل شغلي نفسي شغلي زي ايه جي بس دي مش ريكو مش عارف ايه ما ينفعش تكتب برضو نفس العنوان تحاول تخلي عنوانك فريد شوية فبيبقى عندها عنوان الصفحة بيبقى بيبقى يعني ما عنا المشروع بتاعك عنوان لو علاقة بهدف المشروع بتاعك ان انا عايز اعمل باستخدام ال اي اي جي وباستخدم ال deep learning والاركتش اللي اسم سريد فانت برضو بتعمل brain tumor detection بتعمل using ما تقوليش بقى deep learning يمكن تقول ايه الاركتش اللي استخدمته مثلا ممكن مثلا using recurrent neural network او ال rnn وهكذا يعني فده بس بعكية بتكتب بقى اسم القسر زي بترتبهم على الحسب زي ما انا قلت اللي اشتغل اكتر هو اللي بتكتب اللي اشرف اكتر اللي عمل اشراف بشكل كويس هو اللي بتكتب بعدين الاشرف بعد وهكذا بتكتب اسم ال affiliation يعني احنا طبعا كلنا IT وبالتالي ما كانش فيه فرصة ان انا اكتب ده ال affiliation بتبع ايه لكن لو لو انا مثلا في كلية معينة والدكتور ده والدكتور مشروف بتاعها في كلية معينة والتاني في كلية تانية واضطرها يكتب هنا تحت الهام information technology ده حت دكتور كذا IS تحت كذا CS تحت كذا DS يعني بنقعد بقى نكتب بشكل ده وتكتب اسم الكلية واسم الجامعة والدولة والمدينة انا بتكتبش السنة خالص لان السنة دي بتتوقف على ال ايه يعني يا لها شكل معين برضو المشروف بتاعك بقى له دور كبير في ان هو يعني يوجهك في اي تفصيلة دقيقة الابستراكت الابستراكت ده انت ببص يعني كأن حد بيقولك انت مشروعك بتكلم عن ايه وليه وهتحله ازاي وهتحله يعني بايه والنتاج اللي وصلت له يعني فاهمني بتروح مجاوب على كل الاسئلة دي فهي البراغراف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر حداشر اتناشر خلينا اقول لعشرين او خمساشر سطر هيكونوا كافية انك تجاوب على الاسئلة دي اللي هو مشروعك بتكلم على ايه وليه اخترته وهتعمله ازاي وقيته يعني التفصيل بقى خاصة بيها والنتاج لازم تكتب النتاج اللي وصلت لها النتاج ده على هيئة ارقام مثلا حاجة حالية لو كتبت ارقام من الاول كده يعني خلاص انت كده بعرف من هنا ان انا ابدأ اكمل في الشغلة لا ان انت وصلت لنتاج كويسة ثمانية وتمانين سبعة وتمانين دين وتسعين دي نتاج طبعا وبقول لك ايه بقى تكتب في الارض في الاخر اللي هو ان دي حاجة اعلى من الطرق اللي موجودة دلوقتي يعني في الوقت اللي كان 2018 لما طلعنا نتاج سبعة وتمانين كان دي احسن نتاج في المجال ده فبتكتب برضو تعليق ان انا مش طلعت نتاج لأ طول نتاج والنتاج دي احسن من كذا بتكتب على كه حاجة اسمها يعني انا لو عايزة اعمل بحسة على النت عن ايه بيبر بتاعتك تظهر لي عملت حاجة عن بحسة حاجة اسمها ايه مشاري بيبر بتاعتك ممكن تظهر لي عملت بحسة عن بتاعتك هتظهر لي وده ده اجمنتشن فبتكتب يعني الحاجات العلمية اللي انت استخدمتها اللي انت يعني اسمها مصطلحات علمية تم استخدامها اثناء ما انت شغال فبتكتب المصطلحات دي هنا علشان لما نيجي نعمل بحس على حاجة زي مثلا ملتي لوي كلاسيفيكيشن بيبر بتاعتك ممكن تظهر لي في البحس في جوجل فهمني فالناس تعمل لها سايتشن فده بيساعد في ان الناس تفهم ان اللي هيقرأ البيبر بتاعتك كيف هم انت مجالك عمل ازاي بزبط بتكلم عن ايه عن ايه المصطلحات العلمية وبيساعد جوجل ان هو يحطك في الكاتيجوريس دي عشان البيبر دا تبقى مشهورة على نت او تظهر لما حد يعمل بحس بالكلمات دي الانتروداكشن بقى بص الانتروداكشن دي كده ممكن تاخد لها تكمل يعني ممكن تتكمل لغاتهم طبعا الانتروداكشن تظهر هنا ممكن نبدأ كل دي انتروداكشن كل دا انتروداكشن يعني تاخد الصفحة الاولى وعايش تاخد الصفحة اللي بعدها عادي يعني نص الصفحة اللي بعدها كده عادي بيبقى دا يعني كل حاجة بيبقى لها ما ينفعش تاخد وقتك بمكان كبير فكرة ان انا اقول هنا خمساشر لغت تسعتاشر دا اللي هو من خبرتي يعني طب انت قلت خمساشر ولا تسعتاشر ولا عشرين ما فيش رول بس انت يعني ايه بيبقى ايه منطقيا في الرنج دا ممكن تبقى سبعتاشر ممكن تبقى عشرين عايش تبقى واحد وعشرين برضو عادي يعني الحاجات بس هو ايه بيبقى دي ان انت بشكل مكمبكت يعني شكل مضغوط كده انك بتشرح كل حاجة على هات كذا ايه براكراف او براكراف قصير يعني الانتروداكشن بقى الانتروداكشن دي بتقعد تحكي شوية اوكي تذا بتقول طبعا احنا عارفين ان مش عارف ايه ومش عارف ايه تم استخدامه في ايه والناس اللي استخدمته دي انطلعت نتاج عاملة ازاي والنتاج دي مكادش حلوة ليه كده يعني اه وفيه ناس حالت المشكلة دي بطراءة كذا واحنا هنحلها بطراءة كذا كده يعني ببقى ده ده الهدف او الحاجات اللي بتكتب في الانتروداكشن واحنا من الاخر هنقدم الكونتروبيوشن يعني الكونتروبيوشن اللي هو بنسميه اسهامات يعني انت هتعمل ايه و ايه و ايه و ايه انا مثلا هقول هنا ان انا مش فكرة طبعا استخدمت مكانش حد استخدمه قبل كده مثلا في المجال ده حاولت اعمل من البرين سيجنال محدش عمل اي حاجات كده وبعدين بنكتب هنا اللي كنا بنسميه في دوكومنتيشن حاجة اسمها تكتب هنا يعني انا هبدأ اقول ايه بعد كده هقول الريت دوركس بعدين هبدأ اقول البروبوس سيستم بعدين هقول الكونكولوجين كده بتكتب باراجراف هنا في الاخر بتقول فيه الكلام ده الريت دوركس بتبدأ بقى تقول كل الناس اللي قابلك ممكن تعملها على هاية كلام وفاق لازم كلامه بس انت عايز تعمل بعكية جدول براحة بيتعامل في هاية زي ما انتوا شايفين كده ادي ممكن انتوا ياخد صفحة صفحة ونص برضو بتبدأ تقول إن ويل دوكيمنت دوركس فيه اعمال اتبعت عن نت ومكتوبة بشكل كويس او مشهورة المشكلة بتاعتنا اتنقشت كتير وابدأ اقول ان اتنقشت هنا وهنا وهنا في اربعة وخمسة يعني المكان اللي اسمه اربعة والمكان اللي اسمه خمسة ده عمل الشغل بتاعنا بعدين ابدأ اقول وعندك ستة ده عمل كذا كذا وسبعة ده عمل كذا كذا يعني حل المشكلة بطريقة كذا المشكلة اللي انت نفسك بتتكلم عنها الناس قبلك حل المشكلة يعني ومثلا تمانية عمل كذا وهكذا يعني تيجي بس في الاخر خلص كده بعد الكذا تقول ايه على الرغم من ان الاكيروس اللي طلعت في الشعار في ايه كويسة لكن احنا عايزين نحسن احنا محتاجين نحسن النتائج دي برا واضح طبعا كده الكلام ده بيكون يعني يعني لازم تبقى فاهم فعلا هو الشغل اللي هو ده عمل ايه ستة ملسين اين ولا ستة ملسين اين طب ستة ملسين دي ده ويقول لكو الار اين اين ماشي عمل ايه يعني الاموب بتاع الصينين اين كان ايه والاوببت كان عامل ازاي وهل فيه نتائج و اش لو اصلى الله ممكن تكتب نتائج كده لو فينا نتائج يعني ارقام ميفرد ليقولك وصل لنتائج ايه لو ما قالهاش بتى الارقام يعني بتبقى بتكتب بقى في ملكم ده اليرتوركس انا طبعا انا ما بشرحش بالتفصيل لان انا اعتمنا تبقى الفكرة واضحة يعني بتكتب وطبعا يعني ايه تمانية دي ببضو urine بشرح ايه تمانية دي. يعني ممكن ناجي هنا تحت. اه خلينا رقم اللي هو خمسة. يعني تمانية مش مشكلة اي حاجة. تمانية. السكشن اللي اسمه دي. في حاجة هنا اسمها تمانية. دي اسم بيبر اشتغلت على الحاجة دي. اسمها ايه? فقال لها عند من ريكوجنيشن او كميشن. انا شو عارفين ديت بمشي كازا. قد سنة 2013. بيبر دي لو خدتها كوبي وعملت سيرش عنها على جوجل هيدين بيبر زي دي بالزبط. اه حد اشتغل عليه. اوكي? اه كتابة الريفرنس دي لها طريقة. بتكتب اسم الاسر. بتكتب اسم جورنل. اه اصد اسم البيبر. بعدين التاريخ بعدين اسم الجورنل. وبعدين اه نعني السنة السنة بتكتبشت كتب هنا في الاخر. وبعدين بتكتب معلومة البيبر. يعني البيبر دي كانت صفحتها كان. يعني تلاقي مثلا الجورنل اللي انا بعت فيها. اللي اسمها كزا دي. اوكي. اسمها International Journal of Advanced Computer Science and Applications اللي هي جاسكا أو جكسا جكسا دي فيه ناس كتير بتنشر فيها يعني سنة 2018 لما أنا قدمت فيه ناس كتير نشرت فيها فهي بتبدأ تحط كل البيبرز ديان في إيه؟ كأنها في كتاب كده فأنا دلوقتي البيبرز ديحتي موجودة في الصفحة أول يعني موجودة في الصفحة بتاعت يعني أول صفحة أول صفحة عندي بيبر بتاعتي مفروض أول صفحة بيبقى الرقم بتاعها واحد لا هي الرقم بتاعها 329 329 لسنة 2018 في الكتاب كذا في الفوليوم كذا فاهميني؟ فدي بيبر بتاعتي كده من 329 ولو وصلت لآخر هتبقى 300 300 مثلا 37 فلما تيجي تكتب اسم البيبر في الريفرنسز بيكتب كده تمانية بيكتب هنا البيبر كذا من 53 ل57 أنا كان يكتب 329 لغاية 337 لو حد عمل ريفرنسلية يعني هيكتبني كده المهم يعني أن كل حاجة لها طريقة كتابة معينة دي الريفرنس بتكتب اسم البيبر بتكتب اسم البيبر بتكتب اسم الجورنل هنا عملها في كونفرنس هنا اسم الكونفرنس بعدين السنة اللي البيبر دي تنشرت فيها وبعدين البيبر زيان الصفحة بتاعتها فدي الريفر تكتب ازاي وبعد كده البر برو سيستم برو سيستم بقى ده يعني ده مهم جدا بتحول تكتب فيه انت على قد بتقدر يعني خدنا هنا صفحة اثنين لغاية صفحة سبعة أو تمانية بنكتب اهي تمانية من اثنين لتمانية ستة صفحات او سبع صفحات بس خدقل ستة صفحات بس بنكتب في البر برو سيستم بتبدأ بقى تكتب تقول الاول بتبدأ تقول يعني ايه بتتكلم شوية كأنها جزء من كده اللي هو ايه نورمالي ازا اوتوماتيك مشاري كان بي كانت اوت يوزين جون اور مور ديفرنت مو دلز الانوتيشن تبدأ تكتب هنا تبدأ تكتب هنا اثناء ايه كلام كده في الاول ان انا ان فيه ناس كتير او فيه ناس تقدر تحل المشكلة باستخدام اللي يجي لا مبدأ ايه بعدين عشان نحل المشكلة بالي يجي مش عارف ايه كده محتاجين فيه مشاكل تقابلنا وكذا 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 احنا نبدأ نحل المشكلة دي يعني بتقعد ايه تتكلم كده ان انت بتعمل مدخل يعني كده بس بتقعد تتكلم برضو عادي مش بتخش في المشكلة عطول ما تقولش احنا هنحل المشكلة بطريقة كذا لأ بتقعد باية يعني بطريقة سموش شوية كده ان الناس استخدمت قبل كده كذا واحنا ككلام كبراجراف واحنا هنعمل كذا وكذا طيب بتبدأ بقى تكتب الفلوت شرط بتاعك الدنيا تبقى عاملة ازاي ودخل لك بتاخده وتحول منه يعني انا بشرح بس تبتاعي عاملة بتقسم ده بتاخد بتاخد الترين وتست بتاخد الترين وتعمل في كذا بتاخد التست تعمل في كذا والاخر ايه بتعمل فعادة ما الحاجات اللي هي بتعمل بيبر بتكون مش ويب سايت ومش موبايل يعني ومش مش منتج حصل لا بيكون حاجة علمية ليها وليها وليها بروسس حصلت وليها يعني هدف يعني حاجة علمية فيها تجارب لما تعمل ووب سايت الووب سايت مفوش تجارب يعني لو لكن لو جوه الووب سايت بتعمل تجارب لو بتعمل مثلا EEG الشغل بتاعك العلمي اللي فيه تجارب هو اللي بتكتب في البيبر كي فبتبدأ بقى تقول هنا ما تقول ليش مثلا ان الشخص هيعمل ساين وبعدين ساين وبعدين كذا هتعمل هاله هنا لا ده فلوت شارت بتاع اول ما نبدأ شغل هو الشخص دخل وعمل ايه اللي بيحصل في الداتا داتا بتقول لي مثلا الشخص بيبدأ يعمل بري بروسسنج للداتا بيبدأ يعمل بيبدأ يعمل اي حاجة وهم بتحط الفلوت شارت بتاعك بتسميه هو بتعمله بس بيكون يعني خاصة ببداية الشغل مش مش فكرة الويب سايت اول ما نخشش في الستيبس بتاعت انه بيعمل صغير ايه او الحاجات دي بتبدأ بقى تقول ان انا علشان انا دلوقات قلت ايه انا في ناس عملت كذا وانا احضر المشكلة دي طريقة كذا فانت تقول ان انا هبدأ احلها باول ان اول حاجة اعمل اعمل داتا اوجمنتشن طبعا يعني بصير في النظر احنا فاهمين ايه داتا اوجمنتشن لا بس بيبدأ تقول انا ههد المشكلة باول حاجة كذا بتقسم الشغل بتاعك انت عملت ايه وايه وايه داتا اوجمنتشن تبدأ تشرحها في سيكشن وتقول داتا اوجمنتشن عملتها ازاي والإنبوت والاوتبوت والشكل النتائج عاملة ازاي عملت كده ممكن تعمل سيكشن تاني هتعمل على قد الشغل بتاعك تقسمته عملت ايه وايه وايه عملت مثلا بريب بروسسنج ده بتبعد تشرح ايه بريب بروسسنج اللي عملت عملت تريننج قسمت وتست تقسمه بنسبة كام ممكن ايه اللغة اللي استخدمتها ممكن ايه موصفات الجهاز اللي انت استخدمت واسمي داتا سيت اللي استخدمتها مش اسمها بس ممكن تكون عادل السامبلز اللي فيها الريب بروسسنج اللي اتعمل يعني تفاهم كل حاجة بتوصف الشغل بتاعك بتقولها وتشرحها بالتفصيل الدقيق علشان تتويح فرصة ان البيبر بتاعتك تعملها سيتيشن كتير ان حد يقدر انت عمل البيبر ما فيهاش تفاصيل انا مش هعرف افهم منك حاجة يعني انا عفاية من انت عملت شغل بس يكون ان انت ما عملتش تفاصيل ده حاجة تاني ان انت انا مش عارف استفاد منك مش عارف اخد شغلك وكمل عليه حاجة ثانية ان انت ممكن تكون مش عارف تفاصيل وبالتالي مش انت اللي عملت الشغل لو كل ما عملت تفاصيل كتيرة يبقى انت اللي عملت الشغل واضح? فبتوعب بقى بتعمل حاجات كتير فيه عايز تكتبها اشتبت عن فيش جي برضو عادي طبعا اتمنى طبعا انا بكلم من ناس حاسبات يعني فأي رسمة أي تفاصيلة أي معادلة هتساعد في الشول بتوعب تكتبها فيه جزء البروبوسيس جزء بعد تجارب ده موضوع تاني بتوعب بقى تكتب انا عملت ممكن هنا كويس عمل في حاجة لوحدها قال لك اسم ال data واختصارها لو هي حاجة فيها كام سامبل طبعا انا مش فاكرة فيها 40 فيديو 32 شخص كل فيديو طوله قد ايه دقيقة واحدة مش عارفة ايه كده data description بعد كده بتبدأ تكتب التجارب تحتك يعني experiment one experiment two ممكن تكتب training settings انت استخدمت learning rate عمل ازاي optimizer اسمه ايه number of a box batch size يعني طبعا انا بقى انا يعني وتعملت shoveling ولا لقا لل data استطدمت كيف course foundation ولا لقا يعني انا دلوقتي بتكلم وبقول concepts حاسبيت ممكن لو لو الفيديو ده هيفيد ناس كتير فطبعا انا بعتذر بس احنا بس ايها نفس الفكرة انت بتكتب كل التفاصيل الخاصة بي يلو بتعمل تجربة علمية في ناس اللي هم معلوم تبدأ تكتب كل البرامترز اسمها ايه المعدات اللي استخدمتها الموض الكميائية الساميها الكميات اللي استخدمتها المعادلة اللي انت استخدمتها عشان تعمل الحاجة دي كده اللي هو تبدأ تقول اللابتوب بتاعي استخدمت استخدمت الجاز بتاعي كان مش عارفة ايه كده اعملت عملت لكل المفروض يبقى في لكل تجربة تجربة one experiment one two three الريزلت بقى ده جزء مهم جدا يعني انت لو عملت بيبر انا مثلا كان من ضمن التعدلات بتاعتي ان انا عملت البيبر وما عملتش الجزء ده فيه جورنا ردت علي قلت لي اعملي ال discussion section يعني قولي انت يعني وصلت لإيه يعني انت فهمه انت عملت ايه اعملت تجربة one two three كذا كذا فيه conclusion يعني فيه فيه تلخيص فيه فيه حاجة تستفديها فيه حاجة عايزة تفهمها لنا فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يعني الجدول هو برضو بيوضح النتائج في أرقام كل ما زودت 3, 5, 6 مش عارفة كم النتائج بتبقى هنا مثلا بتتحسن بس ما فيش زيد مثلا عن إيه عن 6 لأن بتبدأ تسوق تاني كده مش عارفة إيه بتتحسن بعدين بتبدأ تسوق تاني فخلينا في 6 فهمتوا الفكرة الجدول يعني تعمل الرسمة بتباني النتائج أن كل ما مش عارفة إيه النتائج بتزيد يعني أنا عايزة أبتكلم كده عشان التجربة تبقى أو الشارت يبقى ايه جنرال يعني مش شارتها تجربت أنا بس بتبدأ بحكذا تعمل الجدول ده بيكون يعني قاتل مهم جدا أهم من أي شون أنت عملته أني أنت مقارنتك بالناس أنت عملت قول أنت 9 و 8 و كذا طب الناس اللي قبلك عملت ايه دي معمني في حد يقول لي طب هل ده معناه أن أنا لازم أجيب نتائج أحسن من أي حد هو المفروض آه بس لو حصل وما يجيب نتائج أحسن من أي حد أنت بتقول أن أنت مش بتقول أن أنت بتقول أن أنت يعني مثلا ديتا سيت ما حدش تخدمها خالص فأنت أول واحد بيستخدمها فطبيعيا مش هتكرر نفسك بحد فبتعمل تجربة وبتعمل وبتطلع نتائج ومش لازم تكرر نفسك بحد والجورنال بقى هي وإيه؟ هي ورأيها تتمشيها ولا لأ بس ممكن أن أنت ما تطلعش نتائج أحسن من حد ويتتقبل لأن أنت بتكون أول حد تعمل دي يعني أصلا فيه ناس بتعمل بيبر أن هي عمل ديتا سيت فبتبدأ تكتب بيبر كاملة عن ديتا سيت الجديدة اللي عملتها فيها كام صورة والخصص بتاعتها والبريبوسينج اللي عملته فطبعا أنا عمل ديتا سيت كونت ديتا سيت فما حدش عمل يعني أنا اللي عملاها فما حدش عمل قبل كده فببدأ أكتبها في بيبر وممكن بقى أقول أن أنا اشتغلت عليها عشان أقول أنها بتطلع نتائج فمش شرط أن نطلع أحسن ما تطلعش رقم كبير أوكي؟ يعني الستريتفورد نتطلع رقم كبير بس في بعض الكازز اللي هي في مثلا بيبر ما بتطلعش نتائج بيبر بس بتبقى اسمها سيرفي بيبر بيبر بتلخص كل البيبر طب لما أنا بيبر بلخص كل البيبر زيب أنا ما عملش experiment أنا بس عمالة بأخذ من بيبر وإيه؟ وسجلها وقارنها وقول مين أكبر مين وإحسن مين فأنا اللي بكتب البيبر مش محتاج أن أنا أطلع نتائج ولا أعمل حاجة ففي بعض البيبر مش بيبقى شرط أن أنت تطلع أحسن نتائج على حسب هدف من البيبر أو أنت بسس للمشكلة من أني اتجاه بسس إنها بتعمل بيبر بتعمل ديتا جديدة بتعمل سيرفي مسكت المشكلة من اتجاه مختلف خلاص ما حدش مسكه قبل كده أو بالتالي مش هينفع تتكلم نفسك بحد طبعا دي برضو كل ما زودت الفكر اللي بتوضح الشغل بتاعك كل ما يبقى أحسن مش فكر طبعا ده كان إيه بس في معناه أن ده بيقدر يعمل وبالتالي ده بيعمل كويس وهناخده لكن قارئ إن لما عملته كانش بيطلع نتائج كويس ما عرفش ده إيه برضو يعني عايز تجيب أن أنت تعمل مش لازم مش لازم اسمها إيه حاجات تانية كتير كونكوليشن بقى بيبقى عامل زي بالزبط بس بتفترض جدلا إن انت إن الشخص قرى لفوق وبالتالي مش هتقعد مش هتقعد تحكي إنك تقول إيه إن في ناس عندها مشكلة كذا والمشكلة دي تحلل بطريقة كذا لأ بتقول في هذه الببر إحنا عملنا كذا ووصلنا النتائج كذا يعني بتقعد تقولها تاني بس ما بتقولش فكرة ما بتقولش المشكلة من الأساس إيه هي بتقولها بس فوق في الانتروداكشن وفي الابستراكت نسي سبيبر إحنا استخدمنا كذا أكي ووديا كانت طريقة كويس وعشان نستخدمها عملنا كذا وده تساتل اللي استخدمناها كذا وطرينا نعمل ونفروض دي ده سيكشن وطبعا فيه نتخذ لكم من كلمة سيكشن دي يعني الابستراكت كده مكتوبة بشكل مش كلمة سيكشن وان مكتوب ابستراكت وبتكتب بالبولد كل ده بولد وده كله مش بولد الانتروكشن سيكشن وان الريتدورك سيكشن تو تكتب وان تو سري فور ولا اي ودبل اي وكده زي اللاتيني برضو عادي يا اما على حسب انت عايز تعمل كده يا اما الجورنال هي اللي اكبرتني ان انا اكتب كده بالطريقة الفورمات ده بس انتظر اللي يعني بفضل اللي هي اللاتيني دي يعني اللاتيني عايز تعمل حاجة زي كده لا واحد ثلاثة او لاتيني لكن ممكن تحتاج تعمل بولدس في النص اه السيكشن لو فيه سيكشن اللي هو البربوس سيستم مثلا جواه هو اصلا سيكشن ما عرفش بدايته فين هو اصلا سيكشن اكي زي ده سيكشن التالت جواه هو حاجات تفاصيله كتيره بقى ممكن اقول ايه واحد دين ثلاثة ممكن اقول ايه بسي او عملت ايه وبعدين هتلاقيين كتبت بي ولو الايه والبي جواهم حاجات ممكن مثلا اقول واحد دين ثلاثة يعني هتلاقي مثلا يعني دي تفاصيل برضو اه البي دي جواه حاجات اكتب واحد اكتب اثنين فعي يعني مش فاكرة اذا كان دي طريقة الجورنال ولا لا بس دي طريقة كويسة جدا انك تعمل الاتاليك بعدين لو جوا الاتاليك اه سوري البتاع ده اللاتيني ولو جوا اللاتيني في سيكشنز جواه بتكتب اي بي سي ولو الايه والسيكشن جواه حاجات بتكتب وان تو سري واضح طبعا اه العنوان لازم يكون اه اه اسمه ايه بيبقى بيبقى يعني شكله مختلف عن الكلام ياما تكون يكون تحت سطر ياما يكون ميل ياما يكون بولت اي حاجة بس لازم يكون اه مختلف ايه دي برضو الواحد هي كان جواه حاجات فكان ايه صغيرة بعدين بي صغيرة وكذا الجدول الجدول اسمه بيبقى مكتوب فوق مش تحت واضي فوق واضي فوق الفجر اسمه او اللي بتاعها بيبقى مكتوب تحته اه لازم تسيب سكشن زي كده يعني بتسيب مسافة زي كده لو عايز تكتبت كلام كتير وعايز اه تقول ان الكلام ده مختلف او ان انت مش عايز كل الكلام يبقى لازق في بعضه زي كده كلام لازق كتير في بعضه عايز تعمل كده وتسيب مسافة فبتعمل كده بتعمل نيو لاين وتعمل كده اه طبعا البتاع داخلها من جوه يعني دي حركة بس ممكن يكون الجورنال اللي عايزة كده ممكن يكون انت اللي بتعملها كفرمات فبتعمل عامل تابلو جوه كده تبقى ايه ان انت اه ده موضوع جديد ده موضوع تاني دي يعنى بيبر تانية ده دي مشكلة تانية اي حاجة بس انت بتبقى عايز ان انت بشكلها تنظيمي برضو اكتر اه مش عارف طبعا ايه اللي ناقص ممكن اقوله بس اه الريفرنس طبعا قلنا الريفرنس ده زي ما قلت زي اللي بستراكت ما بيكتبش في هيت سيكشن بيكتب بس كده الحروب كلها بتبقى كابتل واحدين ثلاثة اه كل جورنال بعدين بتعمل اه لازم يكون يعنى هنا ما بين دول ما فيش ما فيش مسافة بين السطور لكن هنا في مسافة بين السطر ده بسطر ده اه كده يعنى الموقع ده ما بيكتبش مش انت اللي بتكتبه ولا البيبت جديد انت اللي بتكتبها انت بتتبعاتها واحدين ثلاثة وهي بترقمها هي الوحدة كل ما كتبت تفاصيل كتيرة في البيبر كل ما كتبت جداول معادلات اه يعني تفاصيل ارقام اه رسومات كده بيبقى احسن بتبقى حاجة قهيمة جدا البيبر دي بقى ده 267 اه فده ده رقم كويس يعني فيه ناس بتقعد كم سنة وهي ده 2-3-5-10 فده 267 بس هو بتبع ان انا اكون فهمت يعني ايه البروسس بتاع البيبر البيبر دي اجباري لطلبة الماجستير والدكتوراه الماجستير تقريبا بيعمل واحد الدكتوراه بيعمل اتنين عسب انت بقاني جامعة في جامعة بتطلب منك اتنين بيبر في الماجستير ثلاثة بيبر او اربع بيبر في الدكتوراه الهدف من البيبر طبعا احنا قلنا بس فدي انت بتحول بس في كل سيكشن بتعرف سيكشن ده بيكتب ازاي وبتعب بقت تكتهد فيه انك تفورميوليت البروبلم بتحتك السيكشن ده بيكتب ازاي والانتروداكشن بيكتب ازاي بكتب تكام صفحة يعني انت بوك تبقى عايز تكتب الانتروداكشن او كتبها عندك في الدكومتشن في خمق افع عشر صباحو فانت هنا ملزم تكتبها صفحة ونص او صفحتي صفحة ونص يعني مكسن وصفحة ونص حاجة حلو اولاك thrive اه فلما تبقى عارف ان الانتروداكشن ده اخره كده اخره صفحة الروبع اخره صفحة اخره صفحة ونص ايه؟ تزمغ الدين. مش عارف من المشكلة هنا. اوكي. كل حاجة حاول تخليها صفحة. لو صفحة لو صفحة. اللي حدرت صفحة. الكون كولوجين ده ممكن ياخد نصة صفحة. اخذ نصف صفحة الريفرنس عادي يعني في بيبر مش فكرة جيبها ازاي بس يعني ثلاث صفحات الريفرنس ممكن تبقى ثلاث صفحات ممكن في ناس بتاعها تبقى كده بس ست صفحة ست حاجات او في ناس ازاي ما هنال 25 فالريفرنس ده ممكن يبقى اسم بيبر ممكن يكون اسم كتاب ممكن يكون موقع ممكن يكون اي حاجة بس علميا يعني ما بيكونش لينك الويب سايت او لينك القناة على اليوتيوب بيبقى حاجة علمية اكتر فبنكتب بس الريفرنس اللي انت تقدر عليها وبعدين بيبقى المشروف بتاعك يعدل وقل لك ايه اللي صح و ايه ما صحش طيب دي البيبر حبيت اعمل فيديو ده عشان يعني اجاوب على بعض الاسئلة يعني عشان في نستريد كتير بالنسبة لمشاريع التخرج على حسب كله دكتور في دكتور ما بقاش فرق معاه ان انت تعمل بيبر وفي دكتور بيولزمك انك تعمل بيبر وفي دكتور بياخد الشغل بتاعك ويقعد يكمل عليه هو ويطلع بيبر عادي باسمه وانت ما بتاخدش حاجة فحسب وفيه برقة فيه دكتور ما يعني مش ما بيفكرش موضوع له خالص فمش لازم اتكلم علي انا دلوقتي ايه لان ده فيديو خاص بس بالبيبر وبعدين بقى نتكلم على انا بقى هامل ايه اوكي ده بس فيديو ولو حد عنده اي سؤال اللي بقى يسألني ممكن في الكومنتات ممكن مثلا نبعث لي عادي اوكي ده يعني ايه بيبر وبروسيس بيعتها عاملة ازاي كل حاجة لا تفاصيل انا كنت اهم حاجة شوحها دلوقتي ان البيبر بتتكتب ازاي نتعمل مشروع بتاعك ازاي ده موضوع لوحده ممكن يبقى فيه فيديو لوحده ان انت تبعث ازاي ده ممكن يبقى ليه فيديو لوحده ان انت يعني هتستقبل ازاي مثلا الفلوس او البروسيس دي برضو ايه بتقدم ازاي لجوازي الناشرة ده برضو موضوع تاني فاحنا دلوقتي كنت عايزة اتكلم اهم حاجة بالفيديو ده ان البيبر بتتكتب ازاي اوكي ما نعمل اخط وخطة وبعدين ايه ابنا يسرين اوكي مش شكرا 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 شكرا